اشتركوا في القناة هذا الموضوع ربما تثيره أو أثارته أحاديث تصريحات رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم تصريحات هذا الرجل مثيرة للجدل كثيرة عند البعض السخرية تصريحات غريبة عجيبة فمن هذه التصريحات التي سنتحدث عنها هذا اليوم في هذه الحلقة والحلقة التي تستليها تلك التصريحات التي قالها قبل أيام في لقائه مثل ما قالوا مع عدد من وسائل الإعلام وتحدث كثيرا وقال أن هناك النقطة الأولى قال بأن هناك اتهامات بأن التيار الصدري مسيطر على الحكومة وهذه غير حقيقية هكذا قال قال أنا من أتيت بوزير الصحة باعتبار أن وزير الصحة الكل يعرف هو من التيار الصدري ورغم أنكار التيار الصدري صلتهم به لكن هذه حقيقة الحال قال أنا من أتيت بوزير الصحة وإضافة إلى محافظة البنك المركزي أيضا قال أنا أتيت به وهم من التيار الصدري قال هم ليسوا من التيار الصدري أنا أتيت بهم وقال كلمة غريبة عجيبة لا تليق برئيس الوزراء لا تليق بالشخص الأول المسؤول عن العراق في إدارة العراق يعني في تنفيذيا السلطة التنفيذية هو رئيس السلطة التنفيذية والقاعدة العامة قوات المسلحة ورئيس الوزراء لا تليق به قال أتحدى من يقول أن هناك وزيرا واحدا ينتمي للتعار الصدري هذا الدخول في تحديات بهذه الطريقة وبهذه اللغة غريبة عجيبة وتحدث أيضا قال إن مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة والنقطة الأخيرة التي تحدثت عليها ويتهمنا التحديث عنها أيضا قال البعض يحاول شيطنة رئيس الوزراء شيطنة هو ولكني حافظت على وعدي بأن أكون محايدة سأبدأ من النقطة الأخيرة أن أكون محايدة هل يصح لرئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية في العراق المنصب الأول في العراق الذي يتولى السلطة في العراق والمسؤول عن كل شاردة وواردة في العراق أن يقول أنا محايد محايد في ماذا أنت لست محايد من ينتمي للعراق والعراقين وينتمي للمشروع الوطني والعراقي هو ليس محايد هذا مشروع ويقول هو مشروعي ووطني إذن كيف تقول عن نفسك محايد محايد من من مع القوى السياسية هي القوى السياسية التي أتت بكيلر في السلطة يعني لا أحد يكذب ولا أحد يدعي غيره هذا يعني مصطفى الكاظم لم ينتخبه الشعب ولم تنتخبه ثورة تشرين التي قال أنه يعني جئتم من رحمها هذه كذبة كبيرة أما المطبلين بالإعلام بعض الأبواق الذي يعني يحيطون به ويطبلون ويقولون هو جاء من هذا الرحم هذه كذبة كبيرة وثبت كذبها وعني واضحة جدا وعودة واضحة وش نفذ منه عودة وقال أنه سأقدم قتلة ثورة تشرين وإذا يعني بعد سنة كاملة مرت سنة كاملة الآن على توليه الحكم لم يقدم اسما واحدا وقال وقال كثيرا ولم ينفذ شيئا فإذا من جاء به وقالوها كل القوى العملي والسياسية قالت نحن من اتفقنا على المجيء به وقبلهم أيضا هذا سيمس وحدة من النقاط التي تحدث بها مقتض الصدر كان يتحدث قال لم تشك الحكومة واحدة في العراق منذ عام 2005 لحد الآن ولم تمر انتخابات واحدة إلا وكان التيار الصدري هو الحاكم فيها وهو الأساس فيها وهو الذي يعني يرشح الناس وهو الذي يزكيهم إذن من دفعك لسدة الحكم واحد من أثم التيار الصدري طيب إذا كنت يعني ترى أن سيد المقاومة لما قال مقتض الصدر عليك أن تقول لنا أي مقاومة هذه يعني ما شكل هذه المقاومة التي تدعي أن مقتض الصدر سيد المقاومة فيها ما هي شكل هذه المقاومة؟ هذا ليس انتقاصا لا من مقتض الصدر ولا منك لكن قل لنا ما هي شكل المقاومة التي تقول أن مقتض الصدر سيدها أنت لديكم مقاومة مقاومة ضد من؟ مقاومة أن يبعث مقتض الصدر جماعته ليقتل الثوار في ساحات التظاهر في ساحة التحرير وفي النجف وفي كربلاء وفي الناصرية والاتهامات عديدة وأنت لم تحاسب واحدة منهم لم تستدعي أحدا للتحقيق في هذا الموضوع فكيف هذا حديث آخر عن سيد المقاومة والمقاومة وشكل المقاومة وهو ما معنى المقاومة لديكم يعني إذا كنتم من قاوم الاحتلال الأمريكي اعتبرتوهم أرهابين وما زالوا في السجون والكثير منهم ماتوا وعدمتوهم هؤلاء الذين اعتبرتوهم من الإرهاب وليسوا مقاومة فكيف الحديث عن المقاومة وفهم المقاومة ملتبس لديكم؟ هذا واحد يقول أني أعود إلى النقطة ليقول أنا محايد كيف أنت محايد وأنت جزء من هذه السلطة جزء من هذا التكوين قبل 2003 وبعد 2003 هذه هي الحقيقة لا أحد ينكر يعني إنكارها نحن يعني شعب العراقي ليس شعب مغيب الوعي ومغيب الذاكرة لكي يقال عليها هكذا ويصدق وتنظي الأمور يعني أنت معروف عنك أنت لم تكن مع كنعان مكية مؤسس الذاكرة العراقية اللي أسستوه بعد 2003 ولم يأتي كل الأشياء في العراقي ذهبوا لأمريكا ولم يعود أنت مو واحد منهم أنت مشتغلت في المعارضة أنت مو كنت مع المؤتمر الوطني أنت مو كنت مع كل هذه القوى التي تعمل أنت لم تأتي مع هذا الاحتلال أنت مؤيدت هذا المشروع يقفي كنعان مكية هذا كنعان مكية الذي كان يقول أن القصف الذي كانت تقصف به بغداد في عام 2003 يقول أسمع أجمل سمفونية وبعد ذلك اعتذر منها وهذه قضية يعني عند الله هو الذي يسامحه لكن الشعب العراقي لا أظن سيسامح هكذا شخص نال من كرامة وحياة وإنسانية العراقيين بهذه الطريقة الفجر القصف الذي كان يقتل العراقيين ويسقط على بيوتهم ويقتل أطفالهم وشيوخهم ونساءهم وأهلهم ويشردهم ويدمر البلد كان يسمعه سمفونية فهذا الذي كنت معه هذا كنعان مكية كل الدنيا تعرف من هو وكيف يمرتبط به بأجهزة مخابرات بريطانية وأمريكية وغيرها وأنت جزء معه فبالتالي أنت جزء من هذا الموضوع وأنت قبل أن توزر قبل أن تكون رئيسا للوزراء وأنت مديرا للمخابرات هذا واقع الحال إذا أنت لست محايد أنت جزء من هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق جزء من العملية السياسية لا أحد يتكلم غير هذا ربما وقت هذه الحلقة لا يسمح بأكثر من هذا سألتقيكم في الحلقة القادمة ونتحدث عن نقاط الباقية لذلك الحين أستولئكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة